موسيقى السلام عليكم بلاد المليونيات هي مليونية تناهض الرئيس محمد مرسي ومليونية تناصره بين المناهضة والمناصرة انقسمت مصر عموديا وافقيا انقسمت على مستوى النخب والشعب باتت وفق مطصف صحيفة الشروق ميدانا مقابل ميدان وبينهما مصر هل بدأت الثورة المصرية تأكل أبناءها باكرا أم أن الأمر طبيعي في بداية كل الثورات فإنما تشهده مصر اليوم من توتر وتجاذب وصراعات يظل قليلا من كثير عرفته مختلف الثورات على مدى التاريخ وفق ما يقول الكاتب المصري فهم هويدي وإذا كان الإعلان الدستوري هو الذي أثار المليونيات اليوم فماذا عن الخارج؟ هل تمت تدخلات أمريكية؟ هل أن لإسرائيل وداعميها في أمريكا دورا؟ ماذا عن دول الخليج؟ هل أن بعضها يريد فعلا تقليص تأثير الإخوان المسلمين في مصر؟ لعبة الأمم في مليونيات مصر ومصير مصر ومستقبل دورها العربي الإقليمي الكبير هي عنوين حلقة الليلة من لعبة الأمم يسعدني أن أستضيف هنا في القاهرة الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا وفي النصف الثاني من البرنامج نستضيف النائب الدكتور عماد جاد نائب رئيس حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي كما نستضيف مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية الدكتور مصطفى اللبان أهلا بك دكتور مرة جديدة ونبدأ من آخر تطورات القاهرة اليوم المعارضة قررت المشاركة بالاستفتاء ولكن لتصوت بلا ما هو التعليقكم على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو في ظل الديمقراطية وفي ظل الحرية من حق أي إنسان أن يعبر عن رأيه وأن يذهب لأن يقول نعم أو لا فهذه حرية نقرها للجميع وهي حق للجميع هل هي خطوة إيجابية من المعارضة أن تشارك بالاستفتاء؟ نعم بلا شك لأنه كان يعني أعلنت أنها سوف تقاطع وأعتقد أن المقاطعة هذه هي عبارة عن موقف سلبي لا يليق وبالتالي فهم لعلهم استدركوا على أنفسهم وقرروا أن يشاركوا وأن يقولوا لا طيب في حال طبعا فازت ألا هناك خلفية لهذه ألا مدروسة ومتوقعة ما الذي سيحصل إذا قررت أو نجحت المعارضة في فرض الله على الإعلان الدستوري وعلى الدستور بداية أنا لا أعتقد أنها تنجح ولكن ربما تنجح نعم وفي حالة ما إذا نجحت لقدر الله فالإعلان الدستوري الأخير قرر ما ينبغي أن يتم في هذه الحالة في هذه الحالة يدعو السيد الرئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة أيضا من مئة عض ولكن بطريقة الانتخاب المباشر بمعنى أن الشعب كله هو الذي ينتخب هذه الجمعية يعني هؤلاء المئة ينتخبهم الشعب انتخابا مباشرا في المرة الماضية كان الشعب انتخب مجلس الشعب والشورى ومجلس الشعب والشورى هم الذين انتخبوا الجمعية التأسيسية التي أنجزت هذا المشروع في هذه الحالة سوف تكون الديمقراطية المباشرة الشعب بنفسه يختار هذه المئة في خلال ثلاثين يوما من قول لا وبعد ذلك هذه الجمعية تتكون وتمكث ستة أشهر تعد مشروعا جديدا للدستور يتم الاستفتاء عليه في مدى شهر بعد هذه الأشهر الست طيب دكتور غزلان هل يعني لا شك أنكم في جماعة الإخوان المسلمين لديكم أحصاءات حول الساحة المصرية حاليا هل تعتقد فعلا أنه يمكن أن ينجح الاستفتاء على الدستور هل لديكم معلومات حول هذا الشأن أحصاءات معينة ماذا تقصد بالنجاح هل إجراء الاستفتاء نعم ولا النتيجة النعم النعم لا ده يعني توقعاتنا بإذن الله أن نعم سوف تكون وسوف تكون بنسبة كثيرة توقع تمني ولا معلومات والله أنا عايز أقول لأحضر ذلك حاجة أنا أضرب لحد الرقمات نحن في مارس الماضي مارس 2011 كان هناك تعديلات دستورية وكان ساعتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يحكم وشك اللجنة للوضع تعديلات دستورية يسير عليها في الفترة الانتقالية ثم طرحها للاستفتاء الذين يقولون لا الآن كانوا وقتها يقولون لا وشنوا حملة كبيرة إعلامية وصرفوا يعني مبالغ طائلة يدعون الناس أن يقولوا لا وفي عشية الاستفتاء ظهرت على وسائل الإعلام الخاصة أو المملوكة لهم أما يقول أنه الشعب غدا سوف يقول لا بنسبة 90% وأجري الاستفتاء وظهرت النتيجة بأن 77 واثنين من عشر قالوا نعم ومن يومها يعني أعتقد أنه هذا اليوم كان يوم فاصل الحقيقة ما بين الفريقين ولعله وصع الفجوة يعني كثيرا ما بين الفريقين اللي كانوا مجتمعين أثناء ثورة 25 يناس عليك حال تغيير الكثير نعم في مصر والآن لا شك لا شك جماعة الإخوان وأيضا الرئيس تواجهون معارضة لبأس بها كبيرة تتحدث عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقول حين كان يحكم اليوم دعا المجلس أطراف أطياف المجتمع المصري ثم ألغى الدعوة أولا هل لا يزال يحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا هو ليس يعني لا وجودة لا هو الموجود الآن نتحدث عن قيادة العسكرية وليس المجلس كمجلس نعم 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 هو الذي حدث بالضبط ويعني يعني صاحبه يعني عمليات الحقيقة بلبلة شديدة هو أنه الفريق السيسي وزير الدفاع اجتمع مع اللوى أحمد جمال الدين وزير الدخلية لبحث إجراءات تأمين عملية الاستفتاء وفي نهاية هذا الاجتماع وبعد أن اتفقوا يعني عملوا مؤتمر صحفي وتكلم الفريق السيسي وفي النهاية دعا كل الأطياف إلى لقاء إنساني في إحدى بنايات أو إحدى مؤسسات المدنية للجيش على حفل غداء وقال بالنص لن نتكلم فيه في السياسة ولن نخوض في موضوع الاستفتاء ولكن لقاء إنساني بين كل أطراف المجتمع على حفل غداء ليس إلي الحقيقة مكالات الأنباء طيارته بمعاني سياسية قالت من الحوار السياسي وما إلى ذلك وفي النهاية يعني ظللنا نبحث ونبحث ونبحث حتى حصلنا على نص المؤتمر الصحفي ويعني أنا سئلت في البداية أنا قلت أنه أنا يعني ليس لدي معلومات دعوني أبحث وحينما انتهيت إلى هذا قلت أولا إنه هناك في مصر الآن حوار يرعاه السيد الرئيس ويديره السيد نائب الرئيس وهذا حوار سياسي طيب ولكن طبعا الإشكال الذي حصل يعني تعرف حين نقول أنه اجتماع في مصر الآن بدون الحديث عن سياسة يعني أمر صعب التصديق مباشرة خصوصا أنه مصر بعد إطاحة الرئيس حسني مبارك في الواقع يعني من يشاهد القنوات المصرية الصحف المصرية الجدل القائم حاليا يشعر فعلا بمناخ تغير تماما يعني أنا كنت أشاهد التلفزات منذ الصباح يعني نقاش في كل شيء في الرئيس في صلاحيات الرئيس في الحكومة مع الإخوان ضد الإخوان ضد المعارضة مع المعارضة يعني الآن فتحت مصر على نقاش واسع لم يعد شيئا ممنوعا يبدو هكذا ولكن السؤال البلبلة التي أحدثت اليوم أنه هل كان الرئيس على علم حين أعلنت قيادة الجيش هذه الدعوة للأطراف المصرية بدأ الأمر وكأنه لا لم يكن على علم ثم علم فيما بعد ودعي وأصبح الاجتماع برعايته هذا الذي أحدث البلبلة يعني هل استشير الرئيس خصوصا أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة بهكذا اجتماع قبل المعلوماتي أنه كان يعلم وأنه أذن بهك ولكن وكالات الأنباء كنا حولتوا من لقاء اجتماعي إلى لقاء سياسي هو الذي أحدث هذه البلبلة وجعل الناس يعني يستنتجون ويحللون ويوصلون إلى نتائج غير صحيح طيب توماس فريدمان دكتور محمود توماس فريدمان في نيويورك تايمز لا شك تقرأ حدثك يعبر عن قلق بالغ من ما يصفها بازدياد الأوضاع في الدول العربية سوءا وخاصة في مصر يقول التي تعتبر المرسى لجميع الدول العربية المحيطة بها ويقول أن انهيار مصر وسوريا في الوقت ذاته سوف يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة كلها طبعا في قلق على مصر في قلق لديكم لدى العرب لدى المراقبين هل أنتم في جماعة الإخوة المسلمين الآن قلقون على مصر هل تشعرون أنه الهجمة الحاصلة حاليا إن كانت يعني عليكم أو على الآخرين هي فقط داخلية بسبب الإعلان الدستوري أو في شيء أكبر يحدث لمصلكي لا تستعيد دورها أنا أريد أقول حاجة أنه أولا بالنسبة للقلق لا شك أنه قلق مشروعه موجود ولكن هو كان شيء طبيعي أنه في عقاب الثورات يحدث حالة من القلق وحالة من الطراب وحالة من الفوضى ده شيء طبيعي وأعتقد أن في بعض الدول أعدد زي فرنسا أعدد عشرين سنة بعد الثورة هناك الفوضى والقتل إلى أقرب لكن الحمد لله أن الأمر في مصر ليس هكذا لكن لا شك أنه هنا للقلق وأنه هناك أستطيع أن نقول أنه هناك تآمر ليس لا على الإخوة المسلمين ولا على الإسلامين فحسب ولكن هناك تآمر على الثورة ذاته لأنه حسن مبارك كون يعني قطاعا كبيرا من الفاسدين وأصحاب المصالح الذين ارتبطوا بنظامه ارتباطا عضويا كونوا ثروات وتولوا مناصب وما إلى ذلك لا يزالون حتى لا يزالون حتى الآن يعني كثير في أي قطاع كثير من رجال الأعمال الآن أموالهم كلها جاية أو يعني على الأقل جزء كبير منها جاي بطريقة غير مشروعة وهؤلاء من مصلحتهم أن النظام السابق كان يستمر إضافة إلى أنه يعني التأمر فقط من رجال النظام السابق أم هناك أيضا أمر خارجي هناك تداخلات خارجية الحقيقة أنا أعتقد أن مصر نتيجة الموقحة ونتيجة لثقلها ونتيجة لتأثرها في المنطقة كلها أنه هناك أصابع كثيرة تلعب في الساحة المصرية داخلية وإقليمية ودولية تحدث الرئيس مرسي في خطابه الأخير عن هذا الأمر وقال أنه ستلاحق هذه الأصابع الخارجية من ممولين وداعمين وما إلى ذلك من المقصود؟ ولماذا هذا التستر على هذه الأطراف إذا كانت تتآمر عليكم؟ لا هو الحقيقة القضية ليست قضية التستر بقدر ما هي يعني في اعتقادي أنه لازم اللي يطرحها هو النائب العام يعني هذه الأدلة لا يصح لي أنا عايز أقول لأ حضرتك حاجة بالأمس وهو بالأمس فقط وعلى طائرة جاية من دبي زيوريخ دبي مصر كان عليها اثنين من المضيفات واحدة معها خمس تاشر مليون دولار واحدة معها عشر مليون دولار مضيفة طيب يعني وجايين من دبي لابد أن الجهات الرقابية تسأل آه دخلوا بطريقة رسمية سجلوا هذا المبالغ وفق قانو في المطار لكن طيب مين اللي بعتهم؟ وبتوح مين؟ وريحين فيين؟ أين هي الأموال والمضيفات؟ في تحقيق معهم الآن؟ والله إحنا هذه المعلومات يعني وصلتنا وصور البوليسات اللي سجلت فيها هذه الأرقام وصلتنا وإحنا بلغناها للجهات المعنية ونرجو أنه يتم تحقيق جدي وأن يبحث عن مصدرها وعن الهدف اللي هي جاي من أجله وعن الأشخاص المرسلة إليه يعني في الحديث أنه جاءت من دبي من الإمارات طبعا في الآن خلاف حاد يعبر عنه السيد ضاحل خلفان وهو رئيس شرطة دبي مع الإخوان المسلمين بشكل عام يعني ووجه انتقادات فعلية وحضرتكم أيضا في جماعة الإخوان في مصر رديتم على الانتقادات بانتقادات مماثلة هل الإمارات مثلا تعمل ضدكم الآن؟ الحقيقة أنا لا أريد أن أخذ في هذا الموضوع أنا رديت مرة واحدة على ضاحل خلفان ثم نتيجة لأنه التصريحات وصلت إلى حد يعني لا يليق إطلاقا على كل المستويات سواء سياسية أو أخلقية أو ما لذلك قررت أن لا أرد عليه مطلقا وكان كل الذي يسألني بعد ذلك عشرات المرات أقول أن هذا الرجل لن أرد عليه مطلقا حد ما موت إن شاء الله أنا أقرأ مثلا دكتور محمود طبعا البرنامج ليس لتذكية الخلافات العربية العربية ولكن فقط لنفهم هل هناك حملة فعلا ضد مصر ضد بعض الأطراف في مصر أم لا ضد الإخوان أم ضد التيار الآخر مثلا المهندس خيرة الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو حسب ما فهمت اليوم أنه قريبك بالمصاهرة أيضا صحيح؟ طيب يقول أن جماعة الإخوان رصدت لقاءات بين أطراف داخلية وخارجية تهدف لمنع الإسلاميين من الوصول إلى حكم مصر وقال أن المخطط بدأ ضد الإسلاميين في استراتيجيتين الأولى إطالة المرحلة الانتقالية وفشلوا في ذلك والثانية بهدف إرباك الرئيس محمد مرسي من خلال تفريغ مؤسسات الدولة بداية بحل البرلمان وتعطيل العمل بعدد من القطاعات مما ينعكس بالسلب على مرسي ويكون بمفرده ولا يستطيع تنفيذ مشروع النهضة أو الانطلاق باقتصاد مصر إلى الأمام ومن ثم إفشال التجربة الديمقراطية وعودة النظام القديم باستبداده حين يتحدث عن هذه الأطراف الداخلية والخارجية وهو ما ذكره أيضا الرئيس مرسي لو سمحت لي نستمع إلى خطابه ونعلق على هذا الكلام سأعمل معكم أن تعود مصر أن تعود مصر حرة في إرادتها في علاقاتها الخارجية وسأحزف وأنحو معكم أي معنى للتبعية لأي قوة مهما كانت سنصنع معا أيها الشعب الكريم مفهوما جديدا للعلاقات الخارجية مع كل القوى العالمية نمد أيدينا إلى الجميع وأحذر من أن ينال أحد كائنا من كان من أن ينال أحد كائنا من كان من كرامة مصر أو كبرياءها أو يفكر في أن ينال من كرامة شعبها لحظنا دكتور محمود غزلان أن رئيس مرسي يتحدث بشكل واضح عن أطراف خارجية وهذا أيضا محمد البلتاقي القيادة الإخواني وأمين حزب الحرية والعدالة في القاهرة يتهم مباشرة قائد شرطة دبي السيد ضاحي الخلفان يقول أنه وزع الأموال على المتظاهرين وحرض ضد حكم الرئيس محمد مرسي وقال أن دبي أضحت وجهة كثير من قيادي مصر وعلى رأسهم أحمد شفيق بالمقابل الخلفان وجه مؤخرا هجوما عنيفا على الإخوان لا أدري إذا كان لدينا يمكن أن نستمع إليه إذا كان موجودا تفضل الإخوان قاعدين يهددون وكل مرة يقولون حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أنتم وحكامكم من مراكزكم وينشرون مثل هذه رسائل الترويع أو الترهيب لكن أنا في اعتقادي إن كانت مقبرة للإخوان ستكون في أرض الخليج أنا أقول كحد أغصى خمس سنوات سيقضى على شيء أسمك يعني أخوان عربيا أولا هم حملوا لواء العداوة مع أدوى الخليج ويحر وما دام المرشد يتبنى إلا إذا شيء أسم مرشد انتهى ووزيل وشيء أسم تنظيم عالمي أزيل وتبر أو براءة يعني براءة علنية أننا ليس لنا دخل في هؤلاء الجماعات الموجودة هنا ولا ينتمون إلينا ولا ننتمي إليهم وليس بينا نصيلة ويقطع كل شيء وتجفف مصادرهم ويقولون التوبة تبنا إلى الله أن لا نعبث بأمن دول الخليج حينها نعم أما طالما يرفعون راية العدا والبغضاء والكراهية لدول الخليج فلن تكون من لهم مقبرة إلا هذه الصحراء يعني هو واضح دكتور محمود غزلان في الحديث عن أنه الإخوان يهددون دول الخليج طيب والآن ما يحدث في مصر يطرح أسئلة كثيرة فعلا عن دور بعض دول الخليج في محاولة تقليص دور الإخوان في مصر هل هذا وارد؟ والله أنا لما تكلمت عن دبي كنت أعني أنه هناك عدد من المصريين أحدهم المرشح الرئاسي السابق الذي تطلبه العدالة في مصر هاربوا أعد في دبي أيضا رأساء مجالس إدارة صحف جمعوا أموالا بالمليارات أيضا في دبي وأعتقد أن هؤلاء أيضا تحت أيديهم أموال كثيرة جدا وهم يستخدمونها أما بالنسبة للدول الخليج فنحن لا نهدد أحدا على الإطلاق نحن لا نصدر الخور نحن إسلاميون نعم ولكننا أيضا عروبيون وعروبيتنا تقتضي منا أن نحرص على أن تكون العلاقات بيننا وبين كل الدول العربية بما فيها دول الخليج علاقات حسنة وعلاقات أخوة كما ذكرت سابقا أو العلي في الحديث اللي ذكرته أننا حرصين على إيجاد لون من ألوان الوحدة العربية أو من ثم لا يمكن أبدا أن نهز أمن أي دولة أو أن نسعى للتدخل في شؤون الداخلية لأننا لا نقبل لأحد أن يتدخل في شؤون الداخلية ومن ثم لا نبيح لأنفسنا أن نتدخل في شؤون الداخلية فكل ما يقوله هذا الرجل الحقيقة لا أدري يعني من أين جاء به الأمر التالي أنه يقول بعد خمس سنوات ليس سيبقى في حاجة أسمى أكوان المسلمين أقول له يعني معبد الناصر أعد فأنا 80 سنة وحاول كثيرا مش إقصاء إفناء ولكن الحمد لله يعني بقينا بفضل الله عز وجل وثم بتجذر هذه الدعوة في أعماق الشعب المصري وفي الأرض المصرية ونحن بفضل الله بقول نحن لا نعتمد على أنفسنا بقدر ما نعتمد على الله سبحانه وتعالى ولكن دكتور محمود غزلان لا شك أنه حديث السيد خلفان ليس حديثا منفردا أو منعزلا ولحظنا في الأونة الأخيرة حين اشتدت ضغط هنا المواجهة أو المعارضة للرئيس مرسي أنه الكثير أيضا من الصحف في دول الخليج كانت ترفع صوت وتهاجم الدكتور مرسي وأيضا جماعة الإخوان المسلمين يعني لذلك أنا أطرح السؤال أنه هل هناك فعلا رغبة تعتقدون هنا في جماعة الإخوان خليجية في تخفيف دور الإخوان خصوصا أنه يتحدثون عن قلق عندهم مثلا يعني من ماذا الدكتور محمد أول ما تولى الرئاسة راح زار السعودية مرتين ويسعى تماما إلى توطيض هذه العلاقات وأيضا استقبل عندنا حاكم قطر أو أمير قطر وعلى استعداد أنه يستقبل الآخرين وأنا أذكر أننا سئلت ذات مرة فقلت أنه إحنا كإخوان مسلمين بعد الانتخابات البرلمانية هذه زرنا في مقرنا كل سفراء دول العالم بل في بعض الأحيين كان بيجي وزراء الخارجية الذين لم يأتوا فقط هم إخوانا في الخليل وقلت لهم إلا السفير الإسرائيلي نعم طبعا هذا أمر استثناء لكن قلت لإخوانا يعني كل الناس أتونا معاد أنتم وإذا كنتم لا تريدون أن تأتوا فدعونا ونحن على استعداد أن نذهب إليكم في آخر أنتم في آخر الدنيا لأننا حريصون على العلاقات الأخوية بيننا وين الجميع طيب دعني أسألك سؤالا أخيرا هذه المسألة هل تضعون السعودية والكويت والإمارات وقطر في خانة واحدة في التعاون مع الإخوان المسلمين لا لا أعتقد لا لا قطر معكم لا والله يعني ما تدرشتوا إنها معنا لكن الحقيقة موقفها إلى حد كبير موقف مشرف يعني بتتعاون بطريقة أخوية بالفعل إحنا الآن كمصر خارجين من ثورة وخارجين من نظام جرف البلاد وخربها ونحن الآن محتجون إلى من يساعدنا لا ينبغي أن يتركون نذهب إلى صندوق النقد الدولي وهم عندهم أموال فليقرضونهم بدلا من صندوق النقد الدولي مثلا وبعدين يعني بالمناسبة أنت كنت من أكثر المتشددين والرافضين لقرد صندوق النقد الدولي ولازلت حتى الآن حتى وقبلت جماعة الأفغان والرئيس لكن لا أريد أن أقول لحضرتك حاجة ما هو يعني في حاجة اسمها نظرية الضرورة في الشريعة وفي القانون وهناك يعني قواعد شرعية بتقول ضرورات تبيح المحظورات لكن الضرورة تقدر بقدرها بمعنى أننا لو وجدت واحد حيموت من الجوع وقدمه ميته أنا مش هأنكر عليه أنه بيأكله لكن إلى متى لحد ما يعني يستطيع أن هو يجد النفس يعني طعام حلال وبالتالي في هذه الحالة عيب ولذلك لحينما نكون نحن في مثل هذه الظروف طيب سألت سؤالا وجيها دكتور تقول يعني لماذا هذه الدول لا تعطينا أو تقردنا بدلا أن نقترد من صندوق النقد الدولي والذي يفرض في الواقع رفعا للضرائب حكما ستفرد عاجلا أم آجلا هنا طيب لماذا أنا أسألك لماذا هذه الدول لا تقردك ولا أسألها هي أسألها هي أنا أعرفش لا يعني أنا شايف أنه إحنا كمصر الحقيقة كان أنا لا أمنا على أحد وفي ذات الوقت أقر بجميل أي إنسان أزدأ إلينا جميل بمعنى أن مصر كان لها دور كبير في نهضة هذه الدول وأن المصريين الحقيقة أقاموا نهضة هذه الدول أو شاركوا في نهضة بالمدرسين والأطباء والمهندسين إلى آخر هذه الأمور نعم كانوا يستفيدون لكن لا شك أنهم كانوا أأمن الناس من أنهم يجيبوا ناس من بنجلاديش ولا من الفلبين أو ما إلى ذلك ولكن مصر نشرت فكر الأخوان أيضا نعم ولكن مصر نشرت فكر الأخوان في داخل السعوديين كأشخاص لا ده ده الأمر الأول الأمر الثاني إحنا أنا أول برضو من ضمن الكلام اللي أنا قلته إن إحنا يعني أهل وفاء وإحنا لا ننكر إنه في سنة 54 خرج عدد من قادتنا يعني هربا من البطش الناصري ولم يجدوا أحد أن يستقبلهم إلا السعودية والخليج والكويت وقطر ويعني أتحلهم فرص العمل والعيش والأمن ومن ثم فإحنا بنحفظ ولكن شرت عدم نشر خلاص ونحن لم ننشر هذا الجميل إحنا نحفظه ولذلك أنا أقولي الآن إنه يستحيل وإحنا أهل وفاء إن إحنا كما يدعي لسيد خلفان إن إحنا نسعى إلى زعزعة استقرار أي بلد أو تدخل في شؤونه أو إقلاق أمم كل الكلام هذا عبارة عن أوهام في ذهن طيب بالمناسبة أشكر التلفزيون الذي أخذنا منه هذا المقطع لسيد ضاحي الخلفان طيب هنا في الداخل السيد فهمي هويدي كاتب كبير وهو بتفكيره ليس بعيدا عن الفكر الإسلامي الذي تنشدونه يقول إن الإخوان نجحوا في قيادة وتنظيم الجماعة لكنهم لم ينجحوا في قيادة سفينة الوطن ولم يدركوا أن مصر أكبر منهم وأن الرئيس مرسي خاطب رواد المساجد أكثر مما خاطب جموع الشعب المصري وحين تحدث إلى الجموع فإن خطابه لم يكن بالشفافية المرجوة يبدو الأمر وكأنه علقت أمال كثيرة على الإخوان والآن هناك ردود فعل حتى من المقربين منكم في استقالة ست مستشارين للرئيس يعني الوضع ليس سهلا سنناقش ذلك لو سمحت بعض الفاصل موجز ونعود مرحبا بكم مجددا عزيزي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم من قناة الميادين أعود وأرحب بدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر مرحبا مجددا وأرحب الآن بضيفي الثاني الدكتور عماد جاد نائب رئيس حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وهو ربما تعرفونه سابقا كاتب وباحث كبير في مركز الأهرام ومتخصص خصوصا في الشؤون الإسرائيلية وأستضيف من بيروت هو في زيارة لبيروت الآن مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية الدكتور مصطفى اللبان أهلا ومرحبا بكم جميعا كنا بدأنا النقاش عن التدخلات الخارجية تحديدا هل لدول الخليج دور فيما يحصل الآن في مصر هل هناك رغبة في إضعاف طيار الإخوان المسلمين في الداخل كما تحدثنا أيضا عن بداية الاستفتاء القريبة التصويت على الاستفتاء اليوم المعارضة في مصر قررت أن تشارك ولكن لكي تقول لا لهذا الاستفتاء وفق ما أعلنت اليوم دكتور عماد لا شك كنت تستمع إلينا في النصف الأول على ما أعتقد قلت تريد أن تعلق على ما ورد هل من التعليق محدد؟ لا أنا تعليقي استماعت لدكتور محمود وبتكلم على أن المعارضة حشدت في استفتاءة 19 مارس وعايز أقول له فوقتها ما كانش في معارضة يعني كان في حكم العسكري مجلس العسكري وكان في ناس مختلفة لكن لم تكن قد تشكلت أحزاب سياسية ولم تكن هناك جبهة موحدة للمعارضة ولم يكن هناك اختبار لسياسات الإخوان المسلمين وحزب الحرارة على الأرض سواء في البرلمان أو فتاة الدكتور محمد مرسي ولم يكن هناك هذا الزخم اللي احنا بنشوفه حاليا بمعنى أن لو أنا رجعت للإستفتاء هلاقي صح اللي قاله دكتور محمود دقيق 77 و 2 من 10 قاله نعم لكن وفي الانتخابات البرلمانية أخذ الدكتور الإسلامي ما يزيد على 70% من المقاعد لكن رجعنا بعد كده على الانتخابات الرئاسية ورغم أن خيرونا ما بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء العدو مبارك إنما كان الفارق بينهم 800 ألف صوت دكتور محمد مرسي أقل من 52% من أقل من 52% من اللي شاركه فبالتالي الفارق بين دكتور محمد مرسي من كل التيرات الإسلامية معاه وجزء من التيارات اليسارية والقطاعات السورية كانت معا دكتور محمد مرسي ليس حبا في دكتور محمد مرسي لكن كراياتا في الفريق أحمد شفيق النقطة الثانية من لحظة تولي الدكتور محمد مرسي حتى الآن جرت مياه كثيرة في الشوارع وأنا استجاي من نقاب الصحفيين وهناك تشيع جثمان زميلنا الحسيني وهو قتل في الاتحادي فعايز أقول أن حكاية 77 أو 78 أو إحنا تعالوا للسنة دي أنا بقول أوكي في تغيرات في الشارع المصري أتمنى أن لا يكون هناك استعانة بموظفين وبيروقراتية الدولة أتمنى أن لا يكون هناك استعانة بعمال المحليات وموظف المحليات لكن لو هناك إشراف قضائي كامل أنا أعتقد ولن أتوقع ولن أقول أتوقع أنه لا النتيجة تبقى مختلفة تماما عما في ذهن الدكتور محمود طيب دكتور عماد أنا سأستميحكم عذرا فقط سنحاول أن نصلت الضوء أكثر على العوامل الخارجية في الوضع الداخل المصري لأنه منذ بداية الأزمة الأخيرة ونحن نستمع إلى نقاشات مصرية مصرية أعتقد أن المشاهد أصبحت لديه الكثير من المعلومات حضرتك ستقول لي أنه لن ينجح الاستفتاء دكتور محمود طبيعي أنا أقول تغيرات كثيرة حصلت والدكتور محمود طبعا يدافع عن وجهة النظر نعم ويقول أنه سينجح طيب ولكن في نهاية الأمر حضرتك تقول أنه على الأرجح أنه قد لا لا أنا أقول فيه تغيرات كثيرة جدا حصلت طب يعني قد لا ينجح الاستفتاء طبعا بالتأكيد أولا إحنا كنا نقدر نقول أن لا ستفوز في حال وجود إشراف قضائي كامل عن انتخابات نحن عندها تسعين في المهم القضاء مش هيشرفها عن انتخابات شكرا دكتور محمد مرسي خاد قرار بإجراءه على فترتين على خمستاشر واثنين وعشرين عدد القضاء الموجود مش كافي وبالتالي أنا أقول لو لم يحدث تزوير لو لم يتم الاستعانة بموظف المحليات وبرقراطية الدولة أه لو فيه استفتاء حقيقي وشفاف ونزيد أنا توقعي أن لا هتبقى بسبعين في المئة لا شك أنه أنا جميعا نعم أنا جميعا نأسف لمقتل أي شخص وخصوصا إذا كان صحفيا ولكن أنا فهمت أيضا حسب معلومات خاصة أنه حتى دكتور محمود ربما تعرض لمحاولات للاغتيال أيضا يعني أيضا الإخوان يتعرضون يعني الآن في اشتباك مصري مصري للأسف الشديد طيب اتفضل دكتور محمود قبل أن أذهب إلى بيروت مع دكتور مصطفى اتفضل أنا بدي أقول إذا كان شخص قتل اليوم من التيار الآخر فطبعا أنا حزين عليه وأنا حزين على كل قطر الدم تراق لكن الذي أريد أن أقوله أن هناك عشرة شهداء من الإخوان المسلمين قتلوا في هذه الاشتباكات صحيح حضرتك تعرض لمحاولات؟ لا أنا أتلقى تهديدات لكن هناك عشرة شهداء دفناهم بعيدين من الإخوان المسلمين إضافة إلى 1500 جريح بعضهم فقد عينه وبعضهم عمود الفقر وصيب إلى آخر هذه الأمور هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي أريد أن أؤكده إذا كان هناك تشكيك في أن هذه الامتخابات ستتم بغير إشراف قضائي فالقانون يفرض فرضا أن يكون على كل صندوق قاضي ولذلك حينما لم يكفي عدد القضاء لإجراء الاستفتاء في يوم واحد اضطروا اضطرارا أنهم يعملوا على يوميا إذن فالقضاء سوف يشرف على هذا الاستفتاء من بدايته إلى نهاياته الأمر الثالث أن الإخوان طول عمرهم لا يعرفون شيء اسمه التزوير وأنا أقول لك بقصة بسيطة صغيرة في الدقي هنا في إحدى السنوات كان مرشح الأستاذ المستشار مأمون الهضيبي الله يرحمه اللي كان مرشد الإخوان المسلمين كان مرشح لمجلس الشعب وكان فيه دايرة للسيدات وكان فيه أخت من الأخوات نائبة عن الأستاذ المأمون في هذه اللاجئة وكان فيه نائبة أخرى عن حزب الوطني موجودين وطبعاً الشعب المصري كان بيعزف في ذاك الوقت عن إنه يروح ويصوت فقعدوا فترة كبيرة ما يجلهمش حد عشان يدل بصوته فميلت الست بتاعت الحزب الوطني على أختنا وقالت لها بقولك ما تيجي عشان نخلص ونروح ما تيجي هذه البطاقات نقسمها نصهم أنت تملي السيد مأمون وأنا أملات النص الثاني لمرشح الحزب الوطني أختنا قالت لها ولا بطاقة ونعود لآخر النهار فقضية التزول هذه بالنسبة لنا قضية حرام وحلال وليس قضية لعب سياسي دكتور محمود تعرف أنه ستسمع أراء ربما أيضاً مناقضة لما تتفضل به وسندخل بجدل طويل دعونا لو سمحتم أن نعود إلى الشأن الخارجي دكتور مصطفى اللباد حضرتك في مقال أخير لك كنت أقرأ في صحف عربية وبينها صحيفة السفير تقول التالي إذا استطعنا أن نشاهد بعض هذه المعلومات أيضاً على الشاشة تقول في هذا المقال أن واشنطن ساهمت إلى حد كبير في رسم خريطة الطريق التي عرفتها مصر منذ انتفاضتها الشعبية في العام 2011 وحتى الآن وأن واشنطن تدخلت في لحظات حريجة للضغط على المؤسسة العسكرية في محطات فاصلة مثل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حسب ما قال المشير حسين تنطاوي الإعلان فوز المرشح الإخواني ظهر الإسناد الأمريكي في محطات أخرى مثل زيارات هيلاري كلينتون المتكررة إلى القاهرة في لحظات حريجة قبل يوم واحد من إصدار الإعلان الدستوري الأول ويوم واحد من الإعلان الدستوري الثاني وتدخلت واشنطن وهذا الكلام دائماً لك لدى صندوق النقد الدولي لتقديم قرد بقيمة 5 مليارات دولار هو 4.8 في الواقع ويبدو واضحاً أن واشنطن تبسط حمايتها على النظام الجديد في مصر هل لك أن تشرح لنا كيف؟ الواقع أنه كما تفضل ضيفك الدكتور محمود غزلان مصر بلد جوهري ومؤثر في توازنات المنطقة ومصر كانت متحالفة وما زالت مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أي تطورات تحدث في مصر ستترك تدعياتها على الجوار الإقليمي وبالتالي حتى على موازين القوى العالمية ما قلت وقلت صحيح لأن هناك رهان من إدارة أوباما على أن جماعة الإخوان المسلمين بامتداداتها في المنطقة تستطيع أداء أدوار تخدم التوازن الإقليمي الجديد الذي تريده واشنطن هنا لا نتحدث عن مؤامرات ولكن نتحدث عن السياسة بحسابات باردة أيضا أريد أن أقول أنه بالفعل دولة الإمارات والسعودية لا مصلحة لهم في أن يستقر الوضع حكم الإخوان في مصر لأنها تشعر بتهديدات وأن استقرار الوضع في مصر بهذا الشكل سيعني أنه جماعة الأخوان المسلمين وامتداداتها في السعودية والإمارات ربما تشكل خطرا ما أريد أن أقول أنه في التحليل الإقليمي والاستراتيجي لا توجد نظريات مؤامرة ولكن توسنات قوى محسوبة بدقة نرى أنه الإدارة الأمريكية لها مصلحة في خلق استفاف جديد في المنطقة على أنقاض ما سمي أعتقد أنه موازين القوى الديمغرافية داخل إسرائيل بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تكون في مصلحة الفلسطينيين لأنه ساعتها ستكون الضفة الغربية لقم سائغة أمام المستوطنات وستكون موازين القوى الديمغرافية في صالح دولة الاحتلال الإسرائيلي لذلك إذا أردنا بالفعل حماية المصالح الوطنية الفلسطينية وبالتالي المصالح الوطنية المصرية يجب علينا رعاية حوار مصالحة فلسطيني والتمسك بالضفة الغربية والقدس القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين لذلك لا يجب حصر الموضوع فقط في غزة ما أريد أن أقوله باختصار أن مصر تحت حكم الإخوان المسلمين ستلعب دورا أكبر إقليميا أكبر مما لعبته أيام حسني مبارك لكن هذا الدور لن يكون مختلفا في جوهر ومضمونه كثيرا عن المظلة الأمريكية وسيكون في سياق توازنات إقليمية جديدة أي كلام غير ذلك أعتقد أنه سيكون كلام سياسي كلام دعائي استهدف انتخابات وأنا ما أقوله هو تحليل محض وكلنا يتمنى أن تعود مصر للعب أدوار لكن رمي المخالفين بالرأي أن هذا كلام دقيق أو غير دقيق هذا كلام مراكز أبحاث رصد دقيق لمراكز أبحاث أمريكية للقاءات وخلافه هذا عملنا ليسمح لنا الدكتور محمود غزلان شغلة الباحثين شغلتنا أكيد هو متخصص في شيء آخر وبالتالي القول أن هذا الكلام غير دقيق أعتقد أنه في غير محله ربما كانت عبيرا غير موافقة هذا الكلام غير دقيق أعتقد أنه في غير محله طيب شو كان دكتور مصطفى يعني أنا كنت سألتك سؤال على ما يبدو أنه في مشكلة بوصول الصوت سأكرره ولكن هنا في الأستوديو في موقع إسرائيلي اسمه دي ماركر هل هو موقع مهم دكتور عماد خصوصا أنك متخصص يقول هذا الموقع وهو موقع اقتصادي إسرائيلي أن قطر تقوم بتمويل جماعة الإخوان المسلمين في مصر من إرادات احتياطيها أو احتياطها من الغاز الطبيعي في الوقت الذي تعمل فيه جاراتها من دول الخليج ضد الجماعة ويؤكد الموقع أنه منذ صعود محمد مرسي الرئيس لسدة الحكم في مصر تعهدت قطر بحوالي 20 مليار دولار كمساعدات مالية واستثمارات وبدفع 8 مليارات دولار خلال 5 أعوام من أجل بناء مشروعات في مدينة بورسعيد و10 مليارات دولار لمشروعات في الساحل الشمالي وأودعت مبلغ ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي على الكويس في دول تدفع على الأقل في مصر دكتور محمود دعاني أولا بدايت توحي بأنه بيدعم جماعة الإخوان المسلمين ثم بعد ذلك الأموال التي تكلموا بشأنها كلها هم لا يفرقون هنا في هذا الموقع ما بين الإخوان المسلمين كجماعة وما بين مصر هذا الكلام كله إذا كان دقيق فإن هذه المساعدات كلها إنما هي لمصر وليست لجماعة الإخوان المسلمين أعطبهم إخوان المسلمين لا تمد عدها لأحد ولا تتلقى أموالا من أحد وإنما تعتمد على نفسها وعلى جيوب أعضائها في نفقاتها فهذا الكلام الجزء الأول منه اللي بيوحب أنها بتدعم جماعة الإخوان المسلمين ثم بعد ذلك تثنب أنها عشرين مليار ومش عارف اتنين مليار وهذا الكلام كله هذا الكلام كله لا يعني ولكن ما ضايرة إنه إذا دفعت دولة خليجية للإخوان شو المشكلة؟ أولا أنا أريد أن أقول لك حضرك هاج نحن لا نقبل أنه عنا تكسر قدام أحد ولا نمد يدنا لأحد على الإطلاق يعني دكتور محمود اسمح لي فقط لو جاءت الآن دولة خليجية وقالت هذه خمسة مليارات لكم في جماعة الإخوان ستقولون لا لا ولا من لي يدعموا بها الحكومة المصرية يعملوا بها مشروعات استثمروها هنا في مصر إنما لجماعة الإخوان المسلمين لا نمد أجدي هنا مهما كانت المليارات طيب والله كويس دكتور عماد كنت سألت دكتور مصطفى عن دور إسرائيل حاليا في مصر يعني في مشكلة في سيناء كانت عند الحدود مع إسرائيل وحصلت المشكلة في غزة شرح بشكل مصطفى الدكتور مصطفى حول ما حصل بعد غزة هل الآن تم الدور إسرائيلي في إرباك الوضع الداخلي المصري شوف في المحصلة النهائية فيما يتعلق بأمن إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل لم يحدث أي نوع من التغير مبارك طول الوقت هو الوسيط الذي يصل لتفاهمات ما بين إسرائيل وبين حركة حماس يعني مخابلات العامة المصرية تحديدا كانت بتلعب هذا الدور ما حدث مؤخرا هو نوع من الانفتاح زي ما قال دكتور مصطفى اللباد نوع من الانفتاح أكتر على القطاع فاتح معبر رفح سمح بالزيارات بعكس الموقف السابق واستبدال منظمة التحرير أو حركة فتح بحركة حماس ولكن احتضان للمقاومة بالنهاية كان حماس أو الجهاد أو خالد مشعل أو القيادات الحماسية يعني بالنهاية خلينا نعيد تعريف المصطلحات يعني ايه مقاومة يعني ضرب السوريخ على 80 كيلومتر يعني شو بدك أكثر من هاجب نعم هي مقاومة وآي حد يقدر يضرب أي حاجة وفي الستينيات والسبعينيات كانوا بيختفوا طيارات بتوع فاتحه وبتوع الجبهة الشعبية والديمقراطية وبيعملوا مقاومة ورحوا على الأولمبياد ميونيكي يعني يعني عايزة أقول المقاومة وسيلة وليست غاية في ذاتها والوسيلة تقاس بحسابة المكسب الخسار يعني أنا من ساعة حماس ما سيطرت على قطاع غزة ها والأوضاع آمنة جدا حصل أنه في تهدئات لما حصل تجاوز لها فحصل عدوان ديسمبر 2008 ينار 2009 تدمر معظم البنية التحتية للقطاع وقتل وشهداء ومصابين وعادت المعادلة بعدها للتهدئة اللي عملها مبارك الدكتور محمد مرسي مؤخرا هو استأنف التهدئة اللي كانت موجودة قبل كده يعني عمل ايه قتلت تلات إسرائيليين وستوصلت السواريخ لمبنى الكنيسة في القدس وبعض المواطف تلقبيب اتأتلك أكتر من مئة فلسطيني ودم الجزء من البنية التحتية وتأتل كتاب القسام فعايزة أقول ورجعنا للتهدئة اللي هي للمربع الأول يعني ما حصلش تحرر ما حصلش تحرير الأرض ما حصلش استقناف المفاوضات بدون مشروط مسبق في الحقيقة الإنجاز اللي عمله وتعاملته من نظم تحريره سلطة الوطنية لما أخدت مقعد غير دائم أو غير عضو في جماعة العامة الأمم المتحدة فعايزة أقول أنه الإسرائيليين النهاردة طبعا المشهد مربك ليهم بالتأكيد وجود حكم برئاسة الإخوان مش مريح ليهم بالتأكيد كان راقتهم ثالثة مع مبارك يعني والدليل حضرتك خبير استراتيجي في قضايا إسرائيل الدليل أنه معظم استراتيجيين الإسرائيليين يتحدثون بقلق عن مستقبل مصر عن مستقبل الوضع الإسلامي فيها عن مستقبل الجيش أيضا وهو حطتها في إطار استراتيجي أكبر حطتها واحد في إطار احتمالات سقوط نظم موالية للولايات المتحدة الأمريكية مصر ليبيا في الفترة الأخيرة اليام اتنين احتمال بروز نظم حكم إسلامية ثلاثة هذه النظم على المدى الأبعد قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة عليها أضعف النقطة الأهم هو اللي هم بيسمون وده يمكن دكتور مصطفى يبقى أدق مني في التعبير عنه تحول ميزان القوة والثقل الإقليمي من الدول العربية الغير العربية هو تحول الميزان من مصر والعراء وسوريا إلى تركيا وإيران أنا سأعود بعد لحظات قليلة إلى الدكتور مصطفى ليشرح لنا هذه النقطة بالضبط دكتور محمود يعني إن كان الآن في مصر في كلام الدكتور عماد أو دكتور مصطفى أو في بعض الدول العربية في نوع من الأسئلة الجوهرية حول خطاب الأخوان المسلمين حيال إسرائيل وكأن البعض يريد أن يقول أنه منذ أن وصلوا إلى السلطة صاروا أكثر عقلانية صار خطابهم أقل شأنا مما كان في السابق وأنه قبلوا باتفاقية كام ديفيد وما إلى ذلك طب الآن حصلت معركة غزة يعني شهدنا احتضانا مصريا فعليا لحماس حماس وأيضا لإنهاء الصراع في أسرع ما يمكن هل فعلا في تغيير جوهري قد يحصل وأنه الآن نحن لازمنا في مرحلة التمكين كما يقول بعض قادة الإخوان وأنه أصبروا علينا قليلا سترون أنه كل هذا المشهد سيتغير والله يعني هي القضية الفلسطينية أحب أقول أنها هي قضيتنا قضيتنا الأولى لسنا نحن كإخوان مسلمين فقط لكن أعتقد أنها قضية العرب والمسلمين الأول وأنه شيء طبيعي أن دولة يعني أينى من كبه وحتى الآن لم تتعافى بل عليها إرخ ضخم من المشكلات فالشيء الطبيعي أنها تعنى بقضاياها الداخلية ولكن رغم هذا لم تفرط ولم تنسى إخوانا في غزة وما حدث محاولة كسر الحصار حاولين غزة محاولة يعني تخفيف آثار العدوان الذي حدث عليها وخصوصا أنه الاستهانة بالمقاومة وحسبها بعدد الشهداء وعدد البنايات أظن هذا كلام لا يعبر عن الكرامة الوطنية أنا مستعدة يعني في دول قدمت أكتر من مليون شهيد تقول لي دخصارة كبيرة أخصارة كبيرة لكن لغرض أكبر عشان التحرر عشان مليون ونص في الجزائر مليون ونص في الجزائر ده بيتنام كما بيتنام بس هي المشكلة أنه غزة ليس لها ظهير قوي بيحميها فمصر الآن خلينا الظهير بتاعك يلا شهداء بالملايين ليه لا بتطلعوا تروحوا تحراروا فلسطين ليه الكلام بجد والله شونتوا أنت شهداء بالملايين في حامل الدكتور محمد مرسي شوف دكتور عماد هو الأم يقطعك حين تحدث لا سؤال الكرامة الوطنية يعني أعبر عن كرامة الوطنية يعني هو بيقول كلمات يعني لا تليق بحوار بيتحدث عنه ويقولك كرامة وطنية ما شأنك أنا بقول الكرامة الوطنية تستاهل أنه يموت مليون واثنين وثلاثة مليون مش أزعل عشان مية ولا ميتين شدوا مالزعلان شدوا حلكم طرام مالزعلانين شدوا حلكم ربنا معاكم وبعدين هذه المسألة يعني إحنا عندنا الآخرين ربما يحسبوها فصارة واحد مات وفقط حياته لا يا عندنا شهادة وده أمل فالكلام عن أنه المقاومة ومش المقاومة وجابت إيه لا المقاومة المرة دي أثبتت تماما هزت إسرائيل خلت نتنياههم حريص جدا هو اللي بيطلب الوهدنا بدون شروط طيب ولكن تعرف دكتور محمود أنه عند الدكتور مصطفى اللباد نظرية أيضا تقول أنه ما يحصل الآن هو محاولة أيضا لسحب حركات المقاومة من التيار السابق في المنطقة في الإقليم يعني الإيراني السوري وما إلى ذلك باتجاه تيار أكثر اعتدالا ولذلك مصر تحتضن ذلك وكأنه عفوا يراد من هذا التقارب الأمريكي مع مصر الآن هو تطويق أو المساهمة في تطويق إيران طيب نحن ابتعدنا دكتور مصطفى قليلا عن الوضع الداخلي الآن في مصر والتأثيرات الخارجية ولكن هل لهذه لهذا الصراع الإقليمي الإقليمي الدولي الإقليمي الدولي الدولي أيضا تأثير على الداخل المصري في إرباك الساحة المصرية في إرباك الحكم في مصر الآن أعتقد أنه تأثير متبادل مثلما تؤثر مصر في جوارها أيضا جوارها يؤثر في مصر وكلنا يرى أنه تركيا مثلا كانت في أول المرحبين بالثورات العربية وحتى دعم غير مسبوق لجماعة الإخوان المسلمين وقعت اتفاق توأمة حزب الحرية والعدالة في مصر والعدالة والتنمية حتى قبل انتخابات البرلمان التي فاز بها حزب الحرية والعدالة بكتلة كبيرة تركيا حزب الحاكم وقع اتفاق توأمة وأيضا التعاون الاقتصادي بين البلدان يمشي بوتيرة سريعة لكن مع استبدال وهنا المآخذ على هذا النمط من السياسة الخارجية مع استبدال رجال أعمال القريبين من النظام السابق أحمد عز وخلاف وبرجال أعمال قريبين من جماعة الإخوان المسلمين مثل الأستاذ حسن مالك والأستاذ عصام الحدد اللي هو مستشار الرئيس هو في جمعية إبدأ وهذه الجمعية هي معنية بالتعاون الاقتصادي المصري التركي وأنا هنا أحب أن أقول أنه حتى المساعدات الخليجية لا يقول أحد أنها تذهب إلى الجماعة لكن الاقتصاد يمثل تحدي كبير أمام أي نظام حاكم سيأتي في مصر كان من جماعة الإخوان أو من خارج جماعة الإخوان وبالتالي دعم الاقتصاد المصري هو دعم سياسي للجهة الحاكمة وهي هنا جماعة الإخوان المسلمين وأيضا استطراض أستاذ سامي إدارة أوباما في رهاني على الإخوان لا تسلمها كل الأوراق من المعلوم أن الاقتصاد المصري في حالة حرجة الآن مصري ستحتاج إلى قروض من صندوق النقد الدولية الولايات المتحدة الأمريكية لها النصيب الأكبر في إدارة الصندوق ولها أيضا إمكانات لمساعدة اقتصادية ولذلك ستحتفظ بهذه الورقة لها علاقات أيضا مع المؤسسة العسكرية في مصر منذ منتصف السبعينات ولها أيضا علاقات متنوعة داخل مصر وبالتالي هي تستطيع الموازنة وأيضا هي العباءة التي تتغطى بها تركيا وقطر في نفس الوقت لذلك هذه الثلاث أوراق ربما تعتقد إدارة أوباما أنها تستطيع كبح أي سياسة تخرج عن الإطار المرسوم لذلك الإقليم يتحرك تركيا وإيران زي ما قال الدكتور عماد أصبح لهم أدوار في السنوات العشر الأخيرة تركيا بالتحديد في السنوات الخمسة الأخيرة ولا تستطيع أن تلعب دورا إقليميا دون مساندة عربية ومصر هي الدولة العربية الأكبر وفي حال قدمت مصر هذه المساندة تستطيع تركيا أن تلعب أدوار اللافت هنا حتى عمليا وحركيا نزع الإطار العروبي عن الإقليم وعن النظام الإقليمي العربي وإلصاق صفة الإسلامي فقط بهذه المنطقة يسمح للقوى الإسلامية غير العربية بلعب أدوار إقليمية لأن طالما عرفنا المنطقة باعتبارها منطقة عربية سيصعب على الأطراف غير العربية أن تلعب أدوار إقليمية قائدة لذلك إعادة تعريف النظام الإقليمي العربي إلى النظام إقليمي إسلامي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين في جزء كبير منه يخدم مصالح تركيا بالطبع وهذا هو سر دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين أيضا قطر التي تريد أن تلعب دور العراب لذلك المصالح الإقليمية هنا واضحة ليس لأن قطر مقتنعة مثلا بأيديولوجية الإخوان لكن لها مصالح ولا تموحات أن تلعب دور كبير في المنطقة لأن لها ورقة الاقتصاد وتستطيع أن تحدد بها سير العمليات في الإقليم إيران أعتقدت منذ بداية الربيع العربي أنه ربيع إسلامي لكن الرئيس محمد مرشي زار إيران لكن يبدو أن تحالف مصري إيراني بعيد جدا لأن المطلوب هو شد شدت المعسكر السني إذا جاز التعبير في المنطقة بقيادة مصرية على أنقاض محور الاعتدال بعد فجر حسني مبارك في مواجهة المحور الذي تقود إيران لذلك الموضوع المصري شأن محلي لكن كل الأطراف الإقليمية تنظر إلى ما يجري ولها مصالح فيه ولا تستطيع أن تبقى محايدة لذلك الموضوع معقد له شريحة طبقة مصرية يتنازع فيها طيار الإسلام السياسي مع باقي الطيرات وشريحة إقليمية فريق معه وفريق ضدها الشريحة الدولية الغطاء الذي يضم كل ذلك وهو الولايات المتحدة الأمريكية هذا إذا أردنا تحليل البناء الصراعي لما يجري في مصر الآن في الحديث عن الشأن الاقتصادي لا شك دكتور محمود أنه في أزمة اقتصادية وهذه الأزمة طبعا طالما الإخوان في قمة السلطة في مراكز أساسية أنتم في الواجهة الآن وزير المالية المصري يقول أن عجز الموازنة للسنة المالية 2011-2012 بلغ 170 مليار جنيه متجاوزا العجز المقدر أصلا ب134 مليار جنيه يقترح إجراءات منها الضرائب التصعودية كان ذلك شرطا للحصول على قرد صندوق النقد الدولي طبعا أعلن الضرائب ثم حصل تراجع عنها لأنه كان ممكن أن تزيد التفاقم تفاقما ونقرأ مثلا في بعض التحليلات منها للكاتب غالب أم مصلح في صحيفة السفير في لبنان إن معالجة الوضع الاقتصادي تحتاج إلى تدفقات مالية خارجية كبيرة جدا ومكلفة على الصعيدين المالي والسياسي وطريق التمويل الخالجي يمر حكما بموافقة أمريكية مشروطة ما يعني أن أمريكا بنهاية الأمر ستتحكم بالقرار السياسي المصري كيف يمكن لجماعة الإخوان والرئيس مصري للرئيس مرسي عفوا وللقطاعات الاقتصادية المؤيدة له أن تنجو من الضغط الأمريكي المباشر في حال مصر أصرت على القرد 4.8 مليار ومساعدات أمريكية يعني أنا أريد أن أقول أن مصر منذ خورة 25 يناير وبعد سقوط النظام السابق يعني هي تمر الآن بفترة انتقالية وكان الشيء الطبيعي بعد أن أسقطت كل المؤسسات الدستورية مجلس الشعب ومجلس الشورى والمحليات والدستور وما إلى ذلك الشيء الطبيعي أنها تعيد إنشاءها على أسس جديدة وكان هذا هو سبيل الاستقرار الذي من شأنه أن يوسر إلى حد كبير القضايا الاقتصادية إلا أننا للحقيقة يعني وجهنا بتصرفات تزيد هذه الفترة قلقاً واضطراباً وفوضى حتى الآن بمعنى أنه أول شيء عملناه انتخبنا مجلس شعب وكلفنا هذا المجلس مليار و600 مليون جنيه ذهب للانتخاب فيه حوالي 33 مليون مواطن مصر لأول مرة في طريق مصر أيضاً استغرق جهداً ووقتاً طويلاً في هذه الانتخابات وكانت هذه المؤسسة التشريعية والرقبية بعد ذلك انتخب أيضاً مجلس الشورى وبعد ذلك ذهبنا إلى الانتخابات الرئاسية باختصار لأنه انتهى الوقت للأسف الشديد يعني قادرنا على النجاة اللي عايز أقوله أن الخروج من هذه المشكلة أو يعني على الأقل تخفيف حدتها مبني على الاستقرار المبني على إنشاء المؤسسات الدستورية والتي تتمثل أولاً انتخبنا رئيس جمهوري عندنا مجلس شورى صلاحيات قليلة الأصل بعد ذلك نحن نعتمد دستور وبعده بشهرين ننتخب برلمان جديد وبالتالي تكون كل المؤسسات الدستورية موجودة التي من شأنها أن تحقق نوعاً من الاستقرار لأن المستثمرين والمانحين لا يمكن أبداً أن يأتوا في ظل دولة شكراً جزيلاً دكتور محمود غزلان متحدث من جماعة الإخوان المسلمين كنت أود أن نستمع إليك ولكن تهى الوقت دكتور عماد للأسف الشديد دكتور عماد جاد نائب رئيس حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي أشكر أيضاً الدكتور مصطفى اللباد مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية أشكر كل من أشرف على هذا البرنامج إن كان هنا في القاهرة أو في بيروت وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين شكراً جزيلاً لكم جميعاً لمن يود الكتابة للبرنامج عنواننا الإلكتروني أممات الميادين وإلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم